اشتركوا في القناة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام السلام عليكم يا أحباب الحسين كربلاء معين عذب لا ينضب كل من أراد أن يغترف من هذا المعين من مكارمه ومآثره على كل المستويات وفي كل الأعمار تجد أن كربلاء معطى في كل زمان وفي كل مكان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضع أسسا للأنظمة الأنظمة السياسية والأنظمة الأخلاقية ووضع أساسا للثبات والتضحية والصبر ولكل المآثر والقيم السامية والأخلاق النبيلة فتعال إلى ميدان ترى الناس فيه يقعون ويتهاوون وتكون أهدافهم أهدافا بسيطة وهو الميدان السياسي ماذا وضع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لهذا الميدان جعل أساسا وقاعدة وضابطة لكل من أراد أن يتقدم لخدمة هذه الأمة ولخدمة الدين عليه أن يجعل أمامه هذا القانون ما هو هذا القانون؟ صرح به سيد الشهداء قال من رأى منكم سلطانا جائرا سلطانا جائرا منتهكا لحرمات الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله يعني أيها المؤمن أيها المصلح أيها المضحي في سبيل الله لابد لك أن لا تتهاون وأن لا تتكاسل في طلب الحق ونصرة الحق بوجه الظالمين هذه الظوابط إذا كان الإنسان منتهكا لحرمات الله كيف يعني منتهكا لحرمات الله؟ أنه يجانب الحق لا يهتم بأوامر الله سبحانه وتعالى يجعل مصالحه ومعاربه وسلطته هي المقدمة بدرجة الأولى ناكثا لعهد الله سبحانه وتعالى ما هو عهد الله؟ الله سبحانه وتعالى عهد إلى الإنسان أن لا يفسد في الأرض أن لا يبغي على الناس أن لا يظلم أن لا يقترف الموبقات مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنة النبي صلى الله عليه وآله تلك الأخلاق المحمدية الأخلاق الإلهية التي صرح بها القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم فإذا رأيت هذا السلطان جانب هذا الطريق الأخلاقي ونحى منحى أعداء الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان الآن أيها الأحبة ترى أكثر السلطات في هذا الزمان لا ترعي حرمات الله ولا تنتهج منهج رسول الله صلى الله عليه وآله فما هو الواجب علينا وما الذي خطه الإمام الحسين صلى الله عليه وماذا نستفيد من مدرسة كربلاء علينا أن نأخذ كلام الإمام صلى الله عليه طريقا للوصول إلى الأهداف السامية قال فلم يغير عليه بفعل أو قول إذا أنت ما عندك قدرة أن تغير بيدك فعليك أن تبدي رأيك أن تقول هذا ظالم أن تقف بوجه الظلم هذا جانب أيها الأحبة الجانب الآخر الإنسان إذا أراد أن ينهض وأن يسير على منهاج الحسين فعليه أن يرى كيف اختار الإمام الحسين صلى الله وسلم عليه النخبة التي تقوم بهذا العب الكبير وهو عب الإصلاح هل أن الإنسان يجمع حوله أيا كان قطعا لا الإمام الحسين صلى الله وسلم عليه ضرب لنا مثلا رائعا أنه اختار زبدة الرجال المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وكانوا نموذجا للتضحية للوصول إلى الأهداف السامية الأمر الثالث والأخير في هذا المضمار أنك أيها المصلح إذا أردت أن تسير على طريق سيد الإصلاح وهو أبو عبد الله صلى الله وسلم عليه عندما تختار النخبة عليك أن تختبرها أن تختبرهم وأن تمتعنهم هل هم قادرون على حمل هذه الأعباء؟ لا نكتفي بتدين الإنسان نعم إنسان متدين ولكن ضعيف كما قال نبينا صلى الله عليه وآله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير نعم المؤمن الضعيف فيه خير لكن لا يليق بهذا المقام مقام حمل الأعباء لإصلاح الأمة لذلك الإمام سلام الله عليه ورد عنه أنه قال عندما سئل عن أصحابه قال خبرتهم ولهزتهم فلم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس يستئنسون بالموت دوني أشد من استئناس الطفل بمحال بأمه فمن أراد الحرية ومن أراد السمو ومن أراد رضى الله سبحانه وتعالى عليه أن يأخذ من مدرسة كربلاء وأن يأخذ من هذا المعين الصافي ليصل إلى رضى الله سبحانه وتعالى وإلى السعادة الأبدية في دار الآخرة وفقنا الله وإياكم جميعا على أن نسير على نهج أبي عبد الله الحسين ونهج أصحابه وأن يحشرنا معهم إن شاء الله تعالى وأن يوفقنا لإقامة العزاء على ذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة